توافق بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني على التنصيق والتشاور بشأن الملفات الإقليمية الرئيس السيسي يوجه بقيام صندوق تحية مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئة المستحقة ذات الأولوية 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ يرفضون المصادقة على فوز بايدن الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانيتش موجزون إخبارياتكم من القاهرة أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية تناول التعاون الثنائي بين البلدين وهن الرئيس خلال الاتصال السودان حكومة وشعبا بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدا دعم مصر الكامل للسودان في كافة المجالات انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل من جانبه ثمن البرهان التقارب الشعبي والحكومية المتأصل بين مصر والسودان وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين مشيدا في هذا الصدد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية كويتية ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرية المالية والصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية وجه رئيس السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئة المستحقة ذات الأولوية المتقدمة خاصة من الكوادر الطبية والحالات الحارجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مضلط برنامج الحماية الاجتماعية صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية بدءا من اليوم وقالت وكالة الأنباء السعودية أن وزارة الداخلية اشترطت على المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس مع إجراء فحص يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدأت المستشفيات البريطانية في استقبال الدفعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانيتين تمهيدا لبدء حملة التطعيم الجماعية غدا الاثنين في ظل زيادات غير مسبوقة في أعداد المصابين بالفيروس بالمملكة المتحدة وذكرت صحيفة ذاتيليجراف عبر موقعها الإلكتروني إن نحو 530 ألف جرعة ستكون متوفرة بالمستشفيات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بحلول غدا مشيرة إلى منح الأولوية في تناول اللقاح للمجموعات الأكثر عرضة كمقدم خدمة الرعاية الصحية والمسنين أدانت الأمم المتحدة قصف الحثيين لإصالة مناسبات في محافظة الحديدة والذي أدى إلى سقوط ضحايا نساء وأطفال عربت الأمم المتحدة على لسان رئيس بعثتها المكلفة بدعم اتفاق الحديدة عن بالغ القلق إزاء وقوع العديد من القتلى والجرحة من المدنيين وأدان جميع الخروقات لاتفاق الحديدة مطالبا باحترام القانون الإنساني الدولي وأكدت بعثة الأمم المتحدة أنها على اتصال مباشر مع الحكومة اليمنية والحثيين لضمان التزامهما باحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين قال السيناتور الأمريكي دات كروز إنه انضم إلى كتلة من نحو 12 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ ستثير اعتراضات على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الثالث من نوفمبر وقال كروز وعشرة أعضاء جمهورين آخرين في مجلس الشيوخ إنهم سيثيرون يوم السادس من يناير الجاري اعتراضات على فوز بايدن انتهى الموجز وإطبقى النهد المستادة المشاهدين بأن تردد أكسترونيوز الجديد 11785 معدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب رأسي كنت معكم أنا سارة عبدالله إلى اللقاء اشتركوا في القناة